ما سبق في الجزء الأول باختصار بداية القصة عن صياد وجد في قائل بحر كمكما خرج له منه جني حاول قتله لأن الجنية كان قد عهد نفسه بعد أن يخرج من القمكومي بعد أربعة آلاف سنة أن يقتل من يخرجه وعلى حظ الصياد كان هو من أخرجه ولكن بعد أن يأس الصياد من محاولة منع الجني من قمكومي وقتله احتل عليه وأدخله القمكومي مرة أخرى بعدها ترجل جني الصياد أن يخرجه وعندها سيحسن إليه لكن الصياد أبى وقال له تكذب يا ملعون إن مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان قال العفريت وما قصة وزير الملك يونان والحكيم رويان روى الصياد أعلم أيها العفريت أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك في بلاد الفرسي وأرض رومان يقال له الملك يونان كان ذا مال وجنود وبأس وأعوان من سائر الأجناس ولكن جسده فيه برص وهو انعدام لون جلد عجز الأطباء والحكماء على علاجه ولم ينفعه منهم شربة أدوية ولا سفوف ولا دهان وكان قد دخل المدينة حكيم كبير طاعن في السن يقال له الحكيم رويان كان الحكيم رويان عارفا بالكتب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية والطب والنجوم وقف على أصول حكمتها وقواعد منفعتها ومضراتها كما عرف خواص النباتات والحشائش والأعشاب المضرة والنافعة وعرف علم الفلاسفة وجميع العلوم الطبية غيرها لما دخل المدينة وأقام فيها أياما سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه من المرض الذي اتلاه الله به وعجز عن مداواته الأطباء وأهل العلم بات ليلته مجغولا بذلك ولما أصبح الصباح بنوره ولاح وسلمت الشمس على زين الملاح لبس أفخر الثيابه ودخل على الملك يونان ودعا له بدوام العز والنعم وأحسن ما به تكلم وعلمه بنفسه فقال أيها الملك بلغني معتراك من هذا الذي في جسدك وأن كثيرا من الأطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله وها أنا ذاء داوك أيها الملك ولا أصطيق دواء ولا تدهنه حتى بدها عندما سمع الملك يونان كلامه تعجب وقال له كيف تفعل فوالله إن أبريتني لأغنيتك وذريتك وأنعم عليك وكل ما تتمنى يكون لك وتكون نديمي وحبيبي ثم خل عليه الملك وأحسن إليه وقال له أتشفيني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان قال الحكيم نعم وبلا مشقة في جسدك تعجب الملك غاية العجب ثم قال له أيها الحكيم هذا الذي ذكرته لي يكون في أي الأوقات وفي أي الأيام أسرع به يا والدي قال له سمعا وطاع خرج الحكيم من عند الملك واشترى له بيتا وضع فيه كتبه وأدويته وعقاقيره ثم استخرج الأدوية والعقاقير وجعل منها سولجانا وجوفه وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته لما صنع ذلك كله توجه إلى الملك في اليوم التالي ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه وطلب إليه أن يركب إلى الميدان وأن يلعب بالكرة والصولجان كان معه الأمراء والحجاب والوضراء وأرباب الدولة فاصطحبهم إلى الميدان وهناك ناولو الحكيم رويان ذلك الصولجان وقال له اقبض عليه وامشي في الميدان واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك فينفذ الدواء من كفك ويسري في سائر جسدك فإذا عرقت وأثرت دواء فيك فارجع إلى قصرك وادخل بعد ذلك الحمامة واختسل ونون فقد برئت والسلام أخذ الملك يونان ذلك الصولجان من الحكيم وأمسكه بيده وركب الجواد ورميت له الكرة بين يديه وجرى خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهو قابض بكفه على قبضة الصولجان وما زال يضرب الكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه وصرى له الدواء من القبضة عرف الحكيم رويان أن الدواء صرى في جسد الملك فأشار عليه برجوع إلى قصره وأن يدخل الحمام من ساعته فجع الملك يونان من وقته وأمر أن يخلو له الحمام واختسل غسلا جيدا ولبس ثيابه داخل الحمام ثم خرج منه وركب إلى قصره ونام فيه لما أصبح الصباح نظر إلى جسده فلم يجد شيئا من البرص وصار جسده نقيا مثل الفضة البيضاء ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح أما ما كان من أمر الحكيم رويان فإنه رجع إلى داره وبات بها عندما أقبل الصباح طرع إلى الملك واستأذن عليه فإذن له في الدخول دخل عليه وقبل الأرض بين يديه فنهض الملك قائما على قدميه وعانقه وأجلسه بجانبه وخل عليه الخلع السنية ومدة موائد الطعام فأكل كلاهما وما زال عنده ينادمه طوال نهاره لما أقبل الليل أعطى الملك للحكيم ألف دينار غير الخلع والهدايا وأركبه جواده فانصرف إلى داره والملك يونان يتعجو من صنعه ويقول هذا دواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بلهان فوالله ما هذه إلا حكمة بالغة فيجب علي الإنعام والإكرام على هذا الرجل وأن أتخذه جليسا وإنيسا مدى الزمان وبات الملك يونان مصرورا فرحا بصحة جسمه وخلاصه من مرضه لما أصبح الملك وجلس على كرسيه ووقف أرباب دولته عبين يديه وجلس الأمراء والوزراء على يمينه وأساره طلب الحكيم رويان فدخل عليه وقبل الأرض بين يديه فقام له الملك وأجلسه بجانبه وأكل معه وخلع عليه وعطاه ولم يزل يتحدث معه إلى أن أقبل الليل فأمر له بخمس خلع وألف دينار ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك وعندما أصبح الصباح خرج الملك إلى الديوان وقد أحدقت به الأمراء والوزراء والحجاب وكان له وزير بشع منظر نحص الطالع لئيم بخيل مجبول على الحسد لما رأى ذلك الوزير أن الملك قرب الحكيم رويان وعطاه هذا الإنعام حسده وأضمر له الشر تقدم الوزير للملك يونان وقبل الأرض بين يديه وقال له يا ملك العصر والأوان أنت الذي شمل الناس أحسانك ولك عندي نصيحة عظيمة إن أخفيتها عليك كنت خائنا وإن أمرتني بأن أبديها أبديتها لك سأل الملك وقد أسعجه كلامه ما نصيحتك أجاب أيها الملك الجليل قد قال لقدماء من لم ينظر في العواقب فما الظهر له بصاحب وقد رأيت أن الملك على غير صواب حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام وقربه غاية القرب وأنا أخشى على الملك من ذلك انزعج الملك وتغير لونه وقال له من الذي تزعم أنه عدوي وأحسن إليه أجاب أيها الملك إن كنت نائما فاستيقق فأنا أشير لحكيم رويان قال له الملك إن هذا صديقي وهو عز الناس عندي لأنه دواني بشيء قبطته بيدي وشفاني من مرضي الذي عجزت عنه الأطباء وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان فكيف تقول هذا المقال وأنا من هذا اليوم أرتب له الجوامك والجريات وأعمل له في كل شهر ألف دينار ولو قاسمته في ملكي لكان قليلا عليه وما أظن أنك إلا حاسدا وأخشى إن أخذت من أصيحتك ندمت كما ندم الملك السندباد فقال الوزير وكيف ذلك أيها الملك فقال الملك ذكر أنه كان ملكا من ملك الفرسي يحب التنزه والصيد والقنص وكان له بازي وهو نوع من الطيور قام بتربيته ولا يفارقه ليلا ولا نهارا ويبيت طول الليل بقربه وإذا طلع إلى الصيد يأخذه معه وهو صانع له طاسط من الزهب بملعقة في رقبته يسقيه منها فبينما الملك جالس وإذا بالخادم يقول يا ملك الزمان هذا أوام الخروج إلى الصيد فاستعد الملك للخروج وأخذ البازي على يده وصاروا إلى أن وصلوا إلى واد ونصبوا شبكة الصيد وإذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة فقال الملك كل من فاتت الغزالة من جهته قتلته فضيقوا عليها حلقة الصيد وإذا بالغزالة أقبلت على الملك وارتكزت على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الأرض للملك فطعطاء الملك للغزالة فقفزت من فوق رأسه البقية في الحلقة التالية إن شاء الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير ترجمة نانسي قنقر